صباح الفل لصباح الجبال النهاردة هنعمل فراخ تندوري فراخ متوسطة هي فرخة واحدة مش فراخ فراخ متوسطة موطحها على 8 قطع وهنعمل تدبلة التندوري كده جميلة جدا هجيب بولا بص اول حاجة انا هعمل محلول خفيف كده للفراخ عشان الضفارة مثلا او عشان ايه منيوضافها بشكل حلو عندي بقى هنا ايه شوية مية شوية مية عادية من الحنفية تمام احط فيها شوية سكر شوية خل تمام الحاجة الملاشلة ببقى نشيلها احط فيها شوية ملح تمام وممكن نعفر ايش كده نعفر ايش كده نعفر ايش كده تمام ونعفر ايش كده بس الاساسي عندنا السكر والخل والملح تمام وممكن نفصل لمون كده تمام ونقلب بقى ايه فيها المحلول ده تمام هنجي نطلع الفراخ مش هنلاقى فيها اي زفارة خالص تمام كده تمام كده كده تمام أعند معلقة هريسة ، معلقة صلصة بوريه ، جنزابيل فريش ، طوم أفروم ، ماء بصل ، ماء طماطم ، كركم ، مضرب الحلوات ، ماء طبعا ، لو أريد أن نجعل شكلها أحمر ، يمكن أن نضع قليلاً بابريكا ، ماء طبعا ، ماء طبعا ، ماء طبعا ، ماء طبعا ، نضع قليلاً ، ماء طبعا ، ماء طبعا ، ماء طبعا ، ماء طبعا ، نضع قليلاً ، ماء طبعا 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 ، نضع قليلاً ، ماء طبعا 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 ، فأنا أدخل الفراغ دي الفرق ، وغراركم بعد ما تطلع ، هو عبقى ، هو عبقى ، فراخ التندوري ، خنسة الفراخ ، تدبيلة ، عملنا محلول بسرعة ، حطينا الفراخ ، طعمناه ، نقولها بقى مع رز ، نقولها مع بطاوتيس ، نقولها مع مال بطاوتيس ، نقولها مع مال بطاوتيس ، براحتنا ، فيا رب أكون قدرت أقدم لكم حاجة تعجبكم ، أراكم في حلقة جديدة ، مع السلامة كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة دوت كوم